السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة قصص قصيرة مقروعة ومشروحة اليوم إن شاء الله سوف نرى قصة جديدة وهي بعنوان كما عاهدتم هذه السلسلة هذه القصة تدور بين الأسد والمالك الغابة والباقي الحيوانات فلنبدأ على بركة الله سحنة سحنة لن يتأكد هذا الأمر لأنه من أنه يتوقع مجرد لنظام هذا المنزل ينطلق المنزلين ينطلق كل الناس أمع ومع أموى أصنعه ونطلق سير قبل أنه كارس ليس لديك معكم المنزلزية وعطائق إلينا لنزل مقالباً ومقالباً بذلك العالمي سنتقل مستخدم لنصم ومسيحان هو الذي سيلاً أو صيل الذي منكم من المقالباً سيلاً للمسيحان موسيقى Tandis que règne un silence pesant et une tension extrême, une petite voix s'élève. Le voici, le voici, voici le soleil, votre majesté. Toutes les têtes se tournent du côté de la voix. La surprise des animaux est grande lorsqu'ils voient le roi féliciter l'ingénieux hérisson qui a remporté le concours. En effet, elle a vu le reflet des rayons du soleil à l'ouest avant que le soleil lui-même ne se lève à l'est. Et depuis ce jour, le hérisson est le bras droit du lion, roi de la forêt. Le lion a depuis la nuit des temps gêné seul. C'est à l'éte. C'est la même chose que ceci a écrit la nuit des temps. C'est à l'éte et à l'éte. C'est à l'éte de l'éte. Inc'est, ok, si on a quand-à-t'é une tournée avec la récente, il va lui donner la tâche. Donc, quand on a écrit l'éte, c'est à l'éte. Mais cette affaire, la nuit des temps, c'est à l'éte. C'est à l'éte. C'est à l'éte du lion. إعنى أن يفردو إعنى أن يفردو قانونه أن يفردو أن يفردو يعني في الغترة أن يفردو أن يفردو هذا يعني أن يفردو أن يفردو أن يفردو dعنى أن يتبنى أن يفردو طريقة جديدة في الحكم أن يفردو دعوهم وأن يفردو بالتعين وإيضاء أن يفردو انه يفردو إلى جانب هذا ما يفردو الاسد إليه لا ينجد تريقة أفضلة أيضا على أمياجد تريقة أفضل أو على أمياجد الواضحة في تدشين هذا العهد الجديد نووالهر كو دورغانيزي ان كونكور إلا عن طريق وضع يعني ان كونكور وهي مباراة امتحانية مباراة امتحانية ان كونكور pour la désignation de ce ministre لي تعيين هذا الوزير وكما اذكرنا في الفقرة الاولى según كونكور ي Ludحو ان يضع جميع الحيوانات له واحد اجتماع كبير يتعلمș و pocz قوس Roja أو إعادة الهيكلة يعني ما ينوي أن يفعله فيما يقص إعادة هيكلة الحكم شير سجي شير سجي يعني كأنه هو في هذه اللحظة يخاطب جميع الحيوانات كأنه يقول لهم أعزائي المشاهدين أو المتتبعين أو الحاضرين إعزائي المشاهدين قال لهم hypothesis En هو الوقت كي أتقاسم معكم يتقاسم معكم يعني الحكم que vous participiez à la prise des décisions كي تشاركو في التخاذ القرارات prise de décision et à la gérance des biens de notre royaume la gérance وهي يعني المشاركة في حكم les biens يعني الممتلكات الموجودة في مملكتنا j'ai donc décidé de nommer un vizir ولهذا قررت أن أقوم بتعين وزير ce sera celui وسال سيكون هذا أو هذه التي من بينكم يعني كانت شروط هو أنه أول شخص غدا في الصباح سوف يرى الشمس تشرق سوف يكون هو الفائز في هذا الامتحان وسوف يكون هو الوزير هذه كانت المسابقة لون دمان يعني في الغد د لوم يعني منذ الفجر جميع الحيوانات في الموعد في الموعد يعني المقترح أو الذي اتفقوا عليه أو فند دولة والوزير والوزير ليس الوزير المملوء بالماء ولكن الوزير يعني المساح التي تأتي بين مثلا جبالين توس يعني وكان ينظر في في المكان الذي يعلو المجمع ذلك الناس الذين يجتمعون كانوا يشاهد أعلى الوادي بين مكان يسود صمت رهيب وطواتر عالي لأن الجميع يريد أن يفوز بهذا المنسب صوت صغير يرتفع يسمعون صوت صغير يتكلم وفي ذلك وفي ذلك وفي ذلك يقول يقول او ها هي ها هيشمس جلالة تيك وفي ذلك يقول الكشم السيد يقول له يقول له وفي ذلك جميع الرؤوس لتفتت وجهود بالدرجة لذلك الصوت السورة الأمام وقفتت بهم الطائفة جرى أنت كبيرة لماذا؟ عندما يترى ريو ريزيتي عندما رأى؟ الآسد يهاني لسهل رسولة ممتاز في المرحب خلاص انتهى فاز القنفود لانجينيو إرسون يعني القنفود الدكي كي يرمبورتي لكونكور الذي فاز بالمسابقة أو بالامتحان ونفه ونفه يعني كأنه يقول وبالفعل ونفه يعني كأنه يقول ونفه لقد رأى لغفل إنعكاس لغفل ده غيون دوسل إنعكاس يعني أشعة الشمس ألوست أفون كالصلاي اللويمام نسلع هذه الخطة التي تبعى القنفود هو بحث عن إنعكاس أشعة الشمس لأنها تظهر هي الأولى قبل أن تظهر لنا الشمس وكانت طريقته ناجحة et depuis ce jour ومنذ هذا اليوم لإرسون ومنذ هذا اليوم القنفود هو اليد اليمنى للأسد ووزيره ودولافوري يعني الأسد ملك الغابة نعم كانت هذه قصة اليوم يعني كالعادة قصة بسيطة وممتعة والمعنى فيها وهو الدكاء يمكن أن يوجد في حيوانات أو أشخاص بسطة القنفود حيوان صغير وبسيط لكنه دكي جدا وفاز على بقية الحيوانات هذه كانت قصة اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها فعلا على أمل لقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى لفاو اشتركوا في القناة